السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشرح سأتطرق معك لكيفية صنع واي فاي يمكن استعماله في جميع انحاء المنزل انطلاقا من حاسبك المحمول اوكي في بعض الاشخاص بعض الاشخاص فليس الجميع لانه الواي فاي صار متوفر في كل مكان تذهبه في المقاهي بالشركات الى اخره موجود حتى بالمطارات الى اخره يعني كل محل صار موجود اوكي بس في ناس يعني الى عصري يعني الى عامنا هذا يستعملون يستعملون اه اه الـ اس ال. يعني الوصله بتحطه مع الفتح التليفون بتعطيك انترنت. يمكنك بهذا البرنامج اللي راح اشرحه اليوم. اا صنع واي فاي. يمكنك استعماله للكميوتر. او اللابتوب اذا كان يدعم الواي فاي. للكميوتر تشتري قطعة الفا. راح يزبط معك يعمل لك واي فاي للكميوتر المكتبي. هما باللابتوب موجود الواي فاي بالاصل. اوكي هذا هو البرنامج. راح يجي مضبوط. فك الضغط. راح يجي ملف. اوكي. اوكي او تثبته بالطريقة العادية. الى اخره. بعدين انا نقوم مسبقا بعمل هذه الخطوة. تضغط على هذه الاشارة. اوكي نستنى شوي. بعدين تضغط على انتر. هنا. وتدخل الكود. كما تلاحظ انا قمت بدخل الكود. والايميل. الايميل لازم يكون بتل الايميل المكتوب هنا. هذا الايميل. وتضع اي اا كود موجود. انا حطيت اخر واحد. اوكي بعدين تضغط على اوكي مرتين. راح يطلع لك اول مرة اا كلام بالانجليزي. والتانية راح يتفعل معك. اي كنسخة برو. ويمكنك استعمله بدون تفعيل. ولكن يفضل ان تفعله. كنسخة برو. هنا. هوت نيم او نيم يور نتورك. اا نكتب. باسل وبس. وكلمة السر. يمكنك وضعها كما تريد. او يمكنك تركها مجانية. ما عد في حدا يحط مجاني. كله في المكتر. اوكي. اوكي بعدين تترك هذا القيار اوتوماتيك. بعدين راح يطلع. اذا كنت تستعمل واي فاي او وصلت ال dsl. اوكي انا استعمل استخدم ال واي فاي. بحالتي انا. اوكي بعدين تضغط على start. اوكي. اتنى شوي. اه اوكي. راح اا شوف انه راح اا كتب لك باسل وبس. وصفر مستعملين. اي ما في ولا مستعمل على هذه الشبكة. بالكميوتر ما راح تطلع لك. ما راح تطلع لك بالشبكة ال واي فاي. اوكي. راح تطلع لك بالكميوترات الاخرى. ولكن الكميوتر اللي انت مفعل في ال واي فاي ما راح تطلع لك. راح تطلع لك بالجوال. بالكميوترات بالتابلات الى اخره. كما سوف ترى بعد قليل. الى الضبط. بعدين واي فاي. اوكي. بعدين راح تطلع لشبكة اللي انتم اتصل فيها. انا كونكت فور جي راوتر. اريد الاتصال ب واي فاي باسل وبس. اوكي. نكتب كلمة السر. بصيل. راح يقول لك تم التوصيل. تم الاتصال بشبكة باسل وبس واي فاي. اوكي. لالتأكد فقط ساذهب الى جوجل كروم. واكتب. اي شي. اوكي. اوكي. لست اكتب اي شي على سبيل مساعد. اوكي. على حسب سرعة النت ميلي سوري نكتب اي شي انا عندي مشكلة بالانترنت حاليا ولكن راح يشتغل معك بكل الاحوال اوكي كما سوف ترى سيظهر هنا انه سيظهر هنا بالخيار الثاني وليس setting بالخيار الثاني انه 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 في انه في جهاز اندرويد او كميوتر او الى اخر متصل معك سيظهر هنا عدد المتصلين معك فهذا الشرح حبيت اني اشاركه معكم بس لا تنسوا اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة